ده الطريق الدائر الثالث حول المدينة المنورة وده الطريق الدائر الثاني حول وسط المدينة المنورة وده الطريق الدائر الأول حول المسجد النبوي ومنطقة الفنادق المركزية والمراكز التجارية المحيطة بالمسجد النبوي هنا مول النور وهنا مول الهرم بلازة وهنا العليا مول وهنا الراشد مول وجبل أحد بلونه الأحمر يوجد في شمال المدينة المنورة من أهم الطرق السريعة في السعودية هو طريق الرياض المدينة المنورة الطريق ده بيعدي على المجمعة وبريدة وعنازة والحناكية وامتداد داخل المدينة المنورة يسمى طريق الهجرة ولو مشيت كده واتجهت للجنوب هتدخل طريق مكة المكرمة أو جدة المسافة بين الرياض والمدينة المنورة 850 كم والمسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة 420 كم مطار المدينة المنورة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي يقع خارج الدائر الثالث وطريق المطار هيوصلك من المطار للمسجد النبوي في مسافة حوالي 16 كم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عالوا نعرف المدينة المنورة زي ما عرفنا مناطق السعودية ومدن الرياض وجدة من قبل ليه كتير من الجبال والصخور والأراضي الموجودة قرب المدينة المنورة لأنها أسود أو بني غامئ هذه الصخور السوداء هي لافا أو لابا خرجت من باطن الأرض لأن السعودية بها حوالي 2000 بركان خامد أكثر هذه البركين يوجد شمال وجنوب المدينة المنورة وكان آخر بركان ياسور في السعودية هو بركان جبل الملساء الذي انفجر في سنة 1256 ميلادية وخرجت منه الحمام المشتعل بكميات كبيرة بهذا اللون الأسود وصارت الحمام مقتربة من المدينة المنورة وتوقف جريان هذه الحمام على مسافة حوالي 8 كم من المسجد النبوي واستمر سوران بركان جبل الملساء حوالي 50 يوما ثم هدأ تماما حتى يومنا هذا ومن البركين الشهيرة أيضا هو جبل القدر بارتفاع 2 كم فوق سطح البحر قرب مدينة خيبر وكان يقزف حمام سوداء وتحس أن الصخور دي لسه محتفظة بحرارتها والتهابها بسبب لونها الأحمر وعلى بعد 6 كيلو فقط تقع فوهاد بركين الجبل الأبيض فسبحان الله هنا البركين يخرج صخورا سوداء قاتمة وبجواره بركين آخر يخرج حماما بيضاء وكلها أتت من باطن الأرض على بعد 100 كم من السطح وكما تلاحظون فإن هذه المنطقة بها عشرات الفوهات البركانية نعود للمدينة المنورة ونجد أن المسجد النبوي له أبواب كسيرة وقبلته ناحية الجنوب لأن مكة المكرمة تقع جنوب المدينة المنورة طول المسجد 400 كم من الشرق للغرب وعرضي 230 متر من الشمال للجنوب وهي مساحة شاسعة كما تحيط بالمسجد ساحات فسيحة من كل الاتجاهات ويوجد صف من الأسواق البرتقالية مكتوب عليها منازل الحرم الفندقية وأسواق الحرم وأما هذه المباني فمعظمها فنادق مريحة تحيط بالمسجد النبوي وبعض المراكز التجارية أما هذه المنطقة شرق المسجد وطولها 570 متر فتسمى مقبرة البقيع أو بقيع الغرقد طول المسافة دي 570 متر يقول ويكيبيديا أن بقيع الغرقد هي المقبرة الرئيسية لأهل المدينة المنورة منذ عهد الرسول محمد وهي من أقرب الأماكن التاريخية إلى مبنى المسجد النبوي يضم بقيع الغرقد رفاة الألاف المؤلفة من أهل المدينة ومن توفي فيها من المجاورين والزائرين أو نقل جثمانهم على مدى العصور الماضية وفي مقدمتهم الصحابة الكرام ويروى أن عشرة ألاف صحابي دفنوا فيه منهم زنورين عثمان بن عفان سالس الخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين زوجة النبي محمد عدا خديجة وميمونة كما دفن فيه ابنته فاطمة الزهراء وابنه إبراهيم وعمه العباس وعمته صفية وزوجته عائشة بنت أبي بكر الصديق وحفيده الحسن بن علي وآخرين شمال مقبرة البقيع كانت تلك الأرض عليها منازل قديمة وعشوائية فتم هدمها في عام 2004 وبني مكانها فنادق مثل تلك الفنادق التي تحيد بالمسجد النبوي ولكن هذه الفنادق لم تدم طويلا ففي عام 2013 و2014 تم هدم كل هذه الفنادق ومن وقتها ويجري العمل في هذا البناء ولا أعلم هل هو توسع للمسجد النبوي أم ماذا توجد أيضا شرق المسجد مساحة ضخمة من الأعمال منذ عدة سنوات ولكنها لم تنتهي بعد أو حتى تتضح معالمها يوجد جبل أحد في شمال المدينة المنورة وطريق الملك فهد يتجه شمالا من المسجد النبوي إلى ساحة معركة أحد شمالا ومقبرة شهداء أحد التي تبعد عن المسجد النبوي بـ 3.5 كيلو وهنا تل صغير يسمى جبل الرماء وهنا مسجد سيد الشهداء تخرج من المدينة المنورة طرق كثيرة تربطها بمدن سعودية أخرى فهذا طريق إلى حائل وهذا طريق إلى خيبر وتيماء وتبوك وهذا طريق إلى العلى وإلى تبوك وهذا طريق إلى أملج ثم الوجه وضبع وهذا طريق ينبع وهذا طريق إلى بدر وإلى ينبع أيضا وهذا هو الطريق إلى رابغ وهذا هو الطريق إلى مكة والطائف وهذا هو الطريق إلى المهد يعني محافظة مهد الزهب ثم إلى وادي الدواسر سنة 1908 في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني تم افتتاح خط سك حديد يربط دمشق شمالا بالمدينة المنورة جنوبا لخدمة التجار والحجاج ولتقوية نفوز الدولة العثمانية على بلاد الحجاز واستخدم هذا الخط الحديدي في أغراض عسكرية لصالح الدولة العثمانية ولكن هذا الخط لم يدم طويلا وتعرض للتخريب منذ 1916 أثناء الحرب العالمية الأولى على يد السوار العرب ضد العثمانيين وساعدهم في ذلك الإنجليز وتوقف الخط تماما محطة المدينة المنورة في سكة حديد الحجاز تحولت إلى متحف جميل يحكي قصص الماضي هذا طريق عمر بن الخطاب هنا مقر إمارة المدينة هنا مسجد العنبرية أو مسجد السلطان عبد الحميد وهنا إمانة منطقة المدينة المنورة وهنا محطة القطار القديمة التي تحولت إلى متحف أما محطة القطار الجديدة وهو قطار الحرمين السريع فتوجد شرق المدينة قرب الطريق الدائر السالس على بعد 8.5 كيلو من المسجد النبوي طريق الملك عبد العزيز يربط بين محطة القطار السريع والمسجد النبوي ولكن مسافة كيلو متر من هذا الطريق تم هدمها وجاري أعادة تأهيلها في إطار مشاريع منطقة شرق المسجد النبوي مسجد قباء هو أول مسجد بنية في الإسلام وأسسه النبي محمد ويوجد مسجد قباء جنوب المسجد النبوي بمسافة 3 كيلو متر ويمكنك الوصول إليه عن طريق شارع عبد المحسن بن عبد العزيز ثم طريق الهجرة الواصل بين طريق الرياض وطريق مكة وهذا يسمى طريق قباء الفيديو لسه ما انتهاش لكن من فضلك اشترك في القناة وشجعوني أغطي المملكة العربية السعودية كلها إن شاء الله شارع عبد المحسن بن عبد العزيز هو طريق قادم من أسفل ساحات المسجد النبوي وإذا خرجت من الناحية الشمالية فهذا طريق سلطانة ويذهب بك طريق سلطانة إلى الجامعة الإسلامية وقصر أمير المدينة وغربهما جامعة طيبة يفصل بين الجامعة الإسلامية وجامعة طيبة طريق الأمير نايف ابن عبد العزيز وهو طريق دائري يبدأ من الجنوب الغربي ويتقاطع مع طريق ينبع السريع الذي يأخذك إلى ينبع وبدر ورابغ ويتقاطع كذلك طريق الأمير نايف مع طريق عمر بن الخطاب ومع شارع الإمام مسلم ويمر على مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية ويتقاطع مع طريق السلام كذلك طريق الأمير نايف يفصل بين الجامعة الإسلامية وجامعة طيبة ويمر على المربع الطبي الذي يحتوي على مستشفى الملك فهد ثم يتقاطع طريق الأمير نايف مع طريق هام جدا هو طريق خالد بن الوليد فطريق خالد بن الوليد هو مخرجك من المدينة ومدخلك إليها عندما تنتقل منها إلى خيبر وتيماء وتابوك والعلى وأملج ولو أنت كنت زائر للمدينة المنورة فما تنساش أنك تعدي على مسجد القبلتين والمساجد الستة الأخرى وكلها تعرب بالمساجد السبعة فهي قد شهدت فصول وحلقات هامة من تاريخ الإسلام وبداياته ثم يتقاطع طريق الأمير نايف مع طريق عثمان بن عفين هنا محطة معالجة الصرف الصحي ويمر الطريق شمال جبل أحد ويمر على مستشفى الحرس الوطني وأصبح طريق الأمير نايف مغلقا عند التقائه بطريق المطار عند مجسم دورق السبيل طريق عثمان بن عفين قادم من الأودية الشمالية ويمر بجوار محطة الصرف ويمر غرب جبل أحد وهنا ساحة أحد وهنا مول النور التجاري وهذا الطريق الدائر الثاني وتصل إلى طريق سلطانة وشارع سيد الشهداء طريق الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز يمر عند سوق المدينة الدولي ويستمر كأنه طريق دائري ويتقاطع مع طريق الهجرة الفرعي وهنا تقع مستشفيات المدينة المنورة الله يعافيكم ويبعدكم عنها وهنا بين المستشفيات يبدأ شارع علي بن أبي طالب وامتداده هو طريق محافظة مهد الزهب ووادي الدواسر وهو طريق يسير بين فوهات البركين الخامدة ويوجد أيضا هنا شارع آخر يسمى علي بن أبي طالب هذا طريق صلاح الدين الأيوبي هذا طريق أسماء بنت عمر هذا طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز ثم طريق الإمام مسلم طريق السلام يمضي من الشرق للغرب على نفس استقامة طريق الملك عبد العزيز من فضلك اضغط على رمز الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة